تشهد مختلف مراكز التطعيم في مختلف محافظات المملكة إقبالا متواصلا لتلقي مختلف التطعيمات وذلك ضمن إطار الحملة الوطنية للتطعيم حيث بلغ مجموع من حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا حتى مساء يوم أمس الأثنين أكثر من مليون ومائتين وثمانية وعشرين ألف شخص فيما تجاوز عدد الحاصلين على الجرعة الثانية من التطعيم مليون ومائة وتسعة وتسعين ألف شخص هذا وقد تلقى الجرعة المنشطة من التطعيم أكثر من تسعمائة وخمسة وخمسين ألف شخص